طبعا حديثنا وتركيزنا رح يكون على الآية اللي هي من سفر إشعياء إصحاح تسعة والآية ستة إذا بتحب يعني أنت تقرأها وبعدين أنا رح أسألك عن هذه الآية لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياثة على كثفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام أمين أمين طبعا هذه مواصفات يعني رائعة جدا والأعجب في الموضوع ما هو يدعى اسمه عجيب الأعجب في الموضوع أنه ابوه بتتكلم بالتفاصيل الدقيقة عن شخص وهوية ربنا يسوع المسيح شو رأيك في هذا الموضوع؟ يعني لو حبينا ندي بإيجاز شديد ما تكلمه ما تكلمنا عنه هذه الآية بيقول يولد لنا ولد وبيقول عن هذا الولد إلها قديرا هل الله العظيم دونما حدود من الممكن أن يأتي مولودا من امرأة؟ وده الحقيقة اللي شفنا تتميمه وتحقيقه في شخص المسيح في العهد الجديد الإثم الخماسي اللي قدامنا عجيبا مشيرا إلها قديرا أبو الأبدية رئيس السلام نقدر نشوف فيه كل ما يخص المسيح من أول مولده إلى مجيئه يعني عجيبا في ميلاده العذراوي مشيرا فيه موته لحل مشكلة الخطية إلها قديرا فيه قيامته لما انتثر على أوجاع الموت لم يكن من الممكن أن يمثك من الموت أبو الأبدية وجوده دائم الآن بعد صعود وجلوثه في يمين العظمة في الأعالي رئيس السلام مجيء بالمجد والقوة هذه الآية أعطتنا ملخص كامل عن كل ما للمسيح في العهد الجديد يعني من البداية من التجسد للمجد وصعوده إلى السماء ترجمة نانسي قنقر